بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 بارت فور لونج كولم لسلندرنس رشيو بنتعرف في البرت دوت على لسلندرنس رشيو فبنقول لو انا عندي كولم الكولم ده هنجد من الناحيتين يبقى في الحالة ديت بنقول ان الكي اليو لسلندرنس رشيو بتساوي اليو بمعنى ان الكي في الحالة ديت بتساوي وان بتساوي واحد طب لو انا عندي الحالة التانية ليا بي العمود فكسد من الناحيتين اللي عندي يبقى في الحالة ديت كي اليو بتساوي نص مضروبة في اليو يعني الكي بتساوي يبقى دي حالتين اللي هم بنسميهم هنجد هنجد او فكسد فكسد طب لو انا الحالة التالتة اللي هي السي بنقول انها فكسد هنجد او بنت يبقى في الحالة ديت الكي اليو بتساوي 0.7 اليو يبقى اذا هنا الكي بتساوي 0.7 طب الحالة دي اللي هي في حالة الكونيكشن بنقول ان الكي اليو اقل من الاليو طب في حالة الفريمز اللي عندي عايزين نتكلم عن السلندر نيس ريشو فور الكولامز ان فريمز فبنقول لو اللي فريم عندي with side sway يعني مسموح له بالحركة الجانبية فبنقول للحالة اللي هي فيها فكسد فكسد يبقى الكي اكبر من واحد واقل من اتنين في الحالة لو النهايات اللي عندي هنجد وهنجد يبقى الكي اكبر من او يساوي اتنين طب لو الفريمز اللي عندي with side sway يعني مفيش حركة جانبية للأعمدة فبنقول في حالة الفكسد فكسد يبقى الكي اكبر من نص اقل من سبعة من عشرة في حالة الهنجد هنجد يبقى الكي اكبر من سبعة من عشرة واقل من واحد نفكركم تاني المقصود بالل يو الل يو دوت اللي هو الانصبورتد هايت اوف كولم فروم التوب اوف فلور تو البوتومز اوف بيمز اور سلابز اني فلور بمعنى انه هو ارتفاع الدور ارتفاع الدور الار اللي هي الريديا سوف جريشن اللي هي الجز بتاع الاي على الاي يبقى دا تعريف الار يبقى احنا عرفنا الاليو وعرفنا الار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة